بعد سيطرة الميليشيات الانقلابية على صنعاء نثلت مأرب الغنية بالنفط والغاز الهدف الاستراتيجي التالي قير أن استشعار أبناء المحافظة والأحساب السياسية والسلطة حين ذاك للخطر القادم دفع بهذه المكونات إلى اتخاذ موقف موحد ورافط للانقلاب وإعلان قرار المواجهة والدفاع عن المحافظة ما لا شك فيه أننا وقفنا هذا الموقف نابع من الدين والوطن والأرض إلى جانب أخواننا وقيادتنا برئاسة الشيخ سلطان من العلاد محافظ محافظ مارب والعضو اللجنة الدائمة المؤتمر الشعبي العام والذي وحد كل الجهود وأصدرنا بيان شديد اللهجة ووضحنا موقفنا وقطعنا علاقتنا التنظيمية بصنعاء مباشرة ورفضنا الخنوع لذلك التحالف المحافظة التي خاض أبناؤها حروبا منذ وقت مبكر ضد الميليشيات حتى قبل سقوط العاصمة لم تتوقف معارك الدفاع عن الجمهورية واستغادة الدولة على امتداد صحاريها وجبالها والتي لا تزال أجزاء منها تشهد مواجهات بين قوات الجيش الوطني والميليشيات حتى اليوم وبالنظر إلى التحولات الكبيرة التي قطعتها مأرب وهي تسابق نفسها حتى أصبحت أشبه بعاصمة عسكرية واقتصادية بعد أن استراحت قليلا من الحرب يتضح إن ما تحقق هو لتاج طبيعي لمقاومتها مشروع الانقلاب واختيارها موقع الصدارة في رفض المشروع الإمامي الرجعي صدعت أجزاء الأمن أن تضبط الوضع أيضا السلطة المحلية وفرت خدمات كبيرة للمستثمرين هناك فتحت كثير من الاستثمارات حافظة مأرب أثبتت مرونتها وقابلتها لتعايش جميع فئات المجتمع اليمني فيها استقبلت جميع النازحين من جميع المحافظات وفرت الخدمات ولو بحدها الأدنى صحيح أن ميليشيات الحوثي ما زالت تخوض مواجهة متقطعة بسرواح وجبال هيلان غرب المحافظة غير أنها مواجهات استنزاف لمقاتلية الجماعة الانقلابية بحسب قيادات عسكرية وهو ما تؤكده الحركة الاقتصادية والتنموية التي تشهدها مأرب فضلا عن حالة الاستقرار الأمني التي تحظى بها المحافظة ما يجعلها لا أكثر مناسبة للعيش والعمل إذا ما قورنت ببعض المحافظات المحررة لا تزال مأرب تقاوم الانقلاب بصور وأشكال مختلفة في سبيل استعداد الدولة ومؤسساتها والانتصار للمشروع الوطني محقيقة إنجازات متواصلة ما كان لها أن تتحقق لولا أنها نجحت في كسر الانقلاب ودحرها خليل الطويل جناة بلقيس مأرب ترجمة نانسي قنقر